السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هتكلم معاكم عن الأولومتال وأسرار الأولومتال المطابخ الشبابيك الكطاعات المقابض المفصلات تقل الكطاع أنواع الكطاع هنبدأ الأول أن فيه كطاع هو الكطاع الشعبي ده بالنسبة لل ده بالنسبة للشبابيك الكطاع الشعبي السعدي وده بيكون أقل سعر للمتر عندي بعد كده منه الأعلى منه شوية اللي هو ممكن يمشي البي اس الميني عندي الأعلى منه شوية اللي هو البي اس الكبير عندي طبعا الأعلى والأعلى اللي هو الجامبو طبعا حضرتك ممكن تيجي ببساطة كده عشان تبقى فهمني تقول لي أنا عاوز أعمل شباك المتر بتاعه عايز أعمل شباك جامبو المتر بتاعه كام ممكن أقول لك بـ 1200 جنيه حضرتك تروح لواحد تاني يقول لك بـ 1800 جنيه طبعا هو هيبقى كسبان فيه أكتر ما أنا كسبان طب ده ليه لأنه هيجيب لك قطاع نص يعني الوزن بتاعه نص الوزن بتاع القطاع اللي أنا كنت هعمله لك طبعا ده توفير في الخامات بشكل كبير خلينا نتكلم عن الاكسسورات بتاعت الولوميتال هي أغلى ما في الولوميتال حضرتك ممكن المطبخ ده تتكلف 20 ألف جنيه ممكن يتكلف 10 تلاف جنيه ممكن يتكلف 5 تلاف جنيه طب ده ليه على حسن يبقى نفس الشكل بس الفاكرة كلها الاختلاف في الخامات طيب المعبض ده ليسيرو طريق التركيب لو حضرتك شايفه هو راكب على التأفيلة لولوميتال طبعا الشيت الأصفر الداخلي دوت كمان أكتر من نوع ده كلادين ده شيت أولوميتال كلادين طبعا الشيت ده بيبقى عبارة عن متر في متر وعشرين بيبقى ثمن وغالي تقريبا أربع مرات ثمن الفايبر الحراري اللي هو الشيت بتاعه بيبقى كام بيبقى متر وعشرين في اتنين واربعين يعني يبقى أغلى ثمن مرات عشان اللي هعمله باللوح الكبير دوت هيغطي مرتين من اللي هيعمله اللوح المتر وعشرين في متر بس عندي كمان نوع المقبض نوع المفصلة نوع الدراعين الهايدروليك اللي بيفتح عليهم الضرفة دي ما الضرفة دي بتفتح لفوق طبعا هوريكو أشكال كتيرة جدا من المطابخ معايا في الفيديو دوت كلها الدزاينات بتاعتنا كله التنفيذ بتاعنا هنتكلم عن المقابض طبعا سعر المقبض نفسه كمان بيختلف طيب ده أولوميتال فيه فيبر حراري فيه MDF اللي هو بعبارة عن كارتون مضغوط حتى الفنيات الداخلية ازاي ان انا اقدر ان انا اركب الرف مش مربوط الرف الداخلي اللي حضرتك بترص عليه الحاجة بتاعتك هتكلم عن اللي ستال ستيل اللي هو سواء كان حامل كساد سواء كان سلة دوارة سواء كان ترولي كل الاكسسوارات الداخلية اللي بتركب خلينا نشوف الاول معنا الشبابيك انا عندي هنا الشبابيك ده كطاع ده الكطاع البي اس الميني اللي فوق تابعا زي ما حضرتكم شايفين سابت المقبض بتاعه بيكون لي سعره التجميعة بتاعته بيكون لها سعرها درجة اللون بيكون لها سعرها عشان بس حضرتك ما تفكرش ان انت ناصح وتروح تقول انا وفرت او ان انا روحت الواحد قال لي ان تمن السعر مثلا الف جنيه فانا جبت السعر المتر بتونامية جنيه لا طبعا ده كله بيختلف من الاكسسوارات الداخلية حضرتك ممكن الكورنر دوت متجمع على على زاوية حديد ولا على زاوية بلاستيك الازاز نفسه اللي حضرتك شايفه راكب قدامك السيكنيس بتاعه قد ايه طبعا التلاتة ملي بسعر الستة ملي بسعر خلينا نتكلم ده مثلا شباك حمام عندي لازم يكون اللاب بالشكل دوت انه يفتح كده بحيث ان حضرتك الخارج لو فيه حد اعلى منك ما يدرش انه يتشفك يكون فيه مكان للشفاط عندي كمان هنا ممكن انه انا بركب اثبتات على حسب الالوان اللي انا محتاجها وعلى حسب الالوان اللي انا مركبها في المطبخ من السيراميج لازم اعمل كل حساب الحاجات دي طبعا هنا طبعا زي ما حضرتكم شايفين عايزين نتفقي ان الاسود في المطابخ بيخش معاه اي لون تاني بيكون جميل جدا 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 على حسب برضو لون المطبخ عند حضرتك هنشوف دلوقتي اول حاجة عندنا هنا ده قطاع البي اس الميني برضو راكب عبارة عن افل فوق البانيو بحيث ان حضرتك تقدر تكون جوه بتاخد الشار بتاعك وفي نفس الوقت اي حد تاني يقدر يستخدم الحمام عادي عندي ده شكل تاني بص بقى ركز معا حضرتك في الصورة دي المكان الوحيد اللي غير طبعا لو كان الشيت كلادين يعني الشيت دوت الداخلي عبارة عن فايبر حراري مش كلادين زي المطبخ اللي فات طيب انا عندي المعبض ده راكب فين راكب في العمود الالمونية بتاع الضرفة طيب الالمونية راكب على هتحكم فيها هي درج المطبخ درج المطبخ حضرتك لازم هتركبه في الصينتر طيب الصينتر انا عندي ده ايه انا عندي ده عبارة عن فايبر وبالتالي هركب عليه ما عنديش فكرة ليه غير انه يركب بالشكل ده اما اي حاجة تاني حتى الرف الداخلي حضرتك كده كده بتحتاج تخسله يعني مع الوقت اربع زوايا يركبوا اربع زوايا اقول المثال يركبوا بمصامير ويكونوا مربوطين في قلب هنا في الجزء ده لو افترضنا ان الرف يركب هنا يبقى الاربع زوايا واحد اتنين والخلفية كمان اتنين عشان يعود عليهم الرف بالشكل ده هو قاعد على المونيا مربوطة في المونيا مش حضرتك تحطي للرف وتقومي ده بسهولي بمصمار في الفايبر يشرخ الفايبر مع الوقت مع الحمل تتبص تلاقي ان الفايبر اتكسر او تركب لي المقبض عادي ده تركبه لي هنا في الجزء ده فمع الفتح والقفل برضو الفايبر يتكسر عندي الدزينات اللي حضرتكم شايفين هذية طبعا زي ما قلنا ده بيفتع على هيدروليك الهيدروليك ده طبعا برضو انواع يعني الدراعين اللي بيركبوا فيمنهم الصين فيمنهم الإيطالي ده شكل للترولي طبعا زي ما قلنا الاسود لما بيدخل مع اي لون بيخلي شكله زي ما حضرتكم شايفين هتدخله مع الاحمر مع البنبة مع اي حاجة هيدخل معها الاسود هتليق معاه حتى الترولي اللي حضرتك شايف دوت سعره مختلف من ترولي للتاني فيه سلة دوارة فيه زي ما اتفقنا ان الادواء دي حضرتك ممكن تلعب فيها يعني ممكن حضرتك بتجيب الاسبط وبتركيب براحتك على حسب اللون اللي انت عايزه او اللي انت عايزها عندنا زي ما قلنا السلة الدوارة عندنا الترولي عندنا حامل الكساد كل الاسود بيختلف تمنه دي الدزينات كلها بتاعتنا طبعا كل الشغل اللي حضرتكم شايفين ده هو شغلنا طبعا اجمل رخامة ممكن تركبها في المطبخ هي الجالاكسي السامرة اللي حضرتكم شايفينها سعرها طبعا غالي بس طبعا ممكن تركب رخامة على حسب لون المطبخ اللي حضرتك عمله فيه حاجة تاني حضرتك ممكن طبعا لو راحزت حضرتكم كل مطبخنا لها هللتاج بتاعه الفخامة بتاعته اللي هي من فوق دي طبعا ممكن حضرتك تدخل الميكرويف بالتلاجة بالوتجاز بالغسالة كله داخل المطبخ عندي هنا الالوان كمان بتفرق اللون نفسه طبعا تسمح حد يقول ايه انا عايز اعمل مطبخ خشامونيوم حضرتك يعني مطبخ خشامونيوم من العوال اللون اللي هديهم بالمطبخ يكون لون الخشب وهنيجي عليه دلوقتي وده بيكون فارق شوية عن بقية الالوان هو واللون الدهبي زي ما حضرتكو شايفين مثلا الدزاين ده عندي اليمين والشمال على مستوى على لفل واحد واللي في الميدل هو اللي سائط ومربوط مع القطعة التالتة اللي هي بعيدة عنهم خالص الدزاين اللي حضرتك بتختاره بنعرض عليك الدزاينات الدزاين اللي حضرتك بتختاره بنعمله الالوان طبعا بتاعت حضرتك المقابد المفصلات طبعا تخيل حضرتك المفصلة الصيني بسعر والمفصلة الإطالي بسعر عشان حضرتك تبقى فاهم الأسرار الداخلية أكثر حاجة فيها أسرار تقريبا هي الأولوميتال كلها الإكسسوارات وأفتر حاجة بتغلي المطبخ هي الإكسسوارات بتاعته وهل هي دي مفيدة طبعا مفيدة جدا 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 مطبخ يعيش معاكل وامره كله ولو حبي يتغير لونه في وقت من الأوقات يتفك يروح الماء هو هو يتفك وابتاخده تودي الفرن ويتجمع تاني عادي مفيش أي مشكلة بصوا حضراتكم هنا عندي البتجاز من الداخل تصميم في قلب التصميم بتاع المثال عندي الغسالة من الداخل حتى عندي الشكل مختلف هنا هناك كان ده الميدل أو الجزء اللي في السنتر هو اللي نازل ودول كانوا مرفوعين هنا العكس تماما طبعا بيختلف ونأتي في الآخر سنتكلم عن الدورانات وهشرحها لحضراتكم عندي حتى المجرى بتاعة الدرج اللي قدام حضراتكم دي دي مجرة الدرج المجرى بتاعة الدرج في منها برضو بيختلف السعر بتاعها من صيني أو إيطالي ده لون زي ما حضراتكم شايفين وعايزين نركز مع التاج والالوان اللي دخل بعضيها الشكل بتاعها النهائي بيكون عامل ازاي عندي كمان هنا ده ديزاين والوان جديدة برضو الاسود من الطاق طحفة ان انت تدخل الاسود مع اي لون في المطبخ ده لون جديد برضو حضرتك برضو اللي ممكن تختار الدرجة بتاعة الالوان خلينا نتفرج ونشرح ادي السلة الدوارة اللي بقول لحضراتكم عليها انواع تانية كتير واشكال تانية كتير طبعا بتختلف من سلة لسلة حتى حامل الكسات البسيط بيختلف سعره على حسب جودة الخامة القطاع نفسه اللي معمول منه الشاسي الهيكل دوت اللي معمول منه المطبخ بيختلف على حسب وزنه هل انا هعمله وزن خفيف ولا كبير الازاز نفسه دوت في منه اللي بترسم فيه في منه اللي حضرتك عايزه سادة كده بالشكل دوت كل ما حضرتك هتحتاج من دكور في قلب المطبخ ده راجع لحضرتك دوت نفسه هنلاقي هنلاقي ان المطبخ هنا شكل الخشب حتى القطاع الالمونيا مش بين انه هو خشب عشان نفسه من غسالة من غسالة لحد معين تسيبها تسيبكم ادي برضو حامل الكسات بشكل جديد عندي برضو سلة دوارة بس بشكل بسيط عندي لون المطبخ طبعا زي ما حضرتكوا شايفين حتى مع ان اللون يعني ممكن يمشي معانا اللون رخامة تاني بس الجالاكسي السامرة بتخليه جميل جدا هنا عندي الميكرويف من داخل الدزاين زي ما قلت لحضراتكم طبعا تأكد ان الباك بتاعه مفتوح مش مقفول يعني مش مقفول زي كده من الظهر بفايبر ده فايبر حراري عادي مش كلادين برضو تصميم ان يكون التلاجة من داخل المطبخ عندي درعين اهو هم مفتوحين حتى الصفاية الصفاية الاستلس اللي بتحطها اللي هي بتكون فوق الحوض برضو سعرها بيختلف من واحدة للتانية يا رب تكون الشرح بتاعي بشكل وافي زي ما حضرتكم شايفين الازبطات دي طبعا انا هوريكي شكل الازبطات دي هو منغض يبقى عامل ازاي عندي سلة دورة بشكل مختلف خالص كل دي استلس تيل طبعا بتنفعك جدا بتشيل حاجات كتير جدا بس برضو دي بترجع لحسب زوءك وطلبك والتكلفة اللي حضرتك عايزها لسعر المتر عشان ما تقولش لانا تحكت على الصنايع مفيش صنايع بتضحك عليه حضرتك الصنايع اللي هيشتغل يكسب في الشغل اللي هيشتغله عندي الدزاينات اللي حضرتكم شايفينها بالالوان هنا بقى هنيجي طبعا شباك ده انا هشرح فيه طبعا الجزء الدوران ده معمول ثابت ده شباك جرار طبعا حضرتكم عارفين ان شباك انا لو حبيب ان افتحه عشان اهوئ المكان عشان اه اه اتدار في السلك اللي هتقفل من الخلف عشان تمنع دخول اي حاجة وفي نفس الوقت تهويلي الشقة هنيجي خليكم فاكرين معي ان الدوران ده احنا هنتكلم عنه باستفادة في اخر الفيديو عندي اه والازاز هنا حضرتك ده لو ركزت فيه هتلاقي جواه عبارة عن مربعات ده عبارة عن اه اتنين شيط من الازاز مضغوطين ومحطوط جواهم الشكل اللي حضرتك شايفوا عشان يطلع بالشكل دود مش لوح واحد والاتنين هنا طبعا عندي شكل جديد الاصمر في المطابخ عندي كمان الشكل الجري مع الاصفر طبعا هنا في نفس الكلام الازاز الداخلي المضغوط اللي هو بيديك شكل طبعا بيختلف السعر من لوح زاز لاتنين مقبض نفسه المقبض نفسه بيختلف سعره العجل اللي ماشي عليه الشباك التجميعة هنا هل هي بكرنار بلاستيك ولا بكرنار حديد كل الحاجات دي بتختلف في سعر المتر ده طبعا باب حمام مفصلي مش جرار عندي كمان هنا ده شباك براندا جرار عندي هنا ممكن نشرح او نوري لحضراتكم ادي المساعد الهيدروليك اللي بيركب للضرف عشان تفتح ليها وخلاص هي مش تقفل تاني يعني حضرتك سبتها هي مش تقفل تاني اللي ما حضرتك تقفل ها بإيدك هنا الرف اللي بتكلم عليه ما ينفح يكون مربوط بمصمار هنا عشان لو تربط بمصمار في الفايبر من الاربع تجناب اللي هيحصل ان حضرتك مع الوزن اللي هتحطه هيشرح في الفايبر هيبقى وزق الكطع كلها انما بنحط اربع اركان من الداخل بيعود عليهم الرف تقدر حضرتك في اي وقت تشيل الرف وتخسله وطبعا عملي جدا حتى لو قلنا فرضا طبعا ده مش يحصل ان المصمار فوت هتشيل مصمار واجب مصمار اكبر شوية وتربط ه في الزاوية وتقعد الرف تاني عادي خالص تفرق الاسف مع الاصفر ماشي مع الاحمر ماشي مع اي لون ماشي هنا كل دي الدزاينات اللي بتكلم عليها طبعا تحفة ولاحظ مش هتلاقي مقبض غير انه راكب على الالمونية مش تلاقي مقبض من المقبض دي راكب في قلب الفايبر عندي عندي كمان كل دي الدزاينات بتاعتنا يا رب تكون عجباكم ويا رب الشرح بتاعي يكون باستفادة عجبكم برضو براندا بي اس الميني هتلاقي حضرتكم اربع درف عندي الشكل الجديد اللي هو المطابخ المدر هنا معمول حساب للتلاجة تكون من الداخل عندي نفس الشكل بس الالوان مختلفة عندي هنا ده مطبخ ممكن نمشي كده مع بعض واحدة واحدة هنا الشكل بتاعه هو مفتوح الشكل بتاعه هو مفتوح عندي الدرج برضو زي ما قلت حدركم ما قدرش تحكم فيه لازم يركب في السنتر المقبض بتاعي عندي كمان طبعا احنا اتكلمنا على ان الخشوون هو في الاول لون بس عشان يتعامل صح مش هتعمله فايبر هتجيب شيط الكلادين وعشان تدخله مع عود الالمونيا في الفرن فالليتين يطلعوا لون واحد فما تقدرش تفرق ان في اي فرق لان حتى لو جبت فايبر لون الخشب وديت اللون للالمونيا خشب برضو مش هينفع دخل فايبر حراري للفرن يطلع هو مرشوش لكن الالومونيا انا هدخله مع العود يطلع عادي خالص ده شكل جديد للبيبان ده شكل برضو للدوزاين ان يكون عندي جنبين دول نازلين وعندي السنتر هو اللي طالع لفوق زي كده الجنب اليمين نازل لجنب الشمال نازل والسنتر مرفوع لفوق وزي ما قلت حضرتك وبص الاس وده عمل ايه ماشي معي حاجة طيب هنا بقى لو بصينا ان حضرتك تقدر تركب الازبوط بتاعك الالوان اللي حضرتك عايزها هيديك الشكل اللي انت عايزه على حسب الدكور اللي انت عامله في الشقة بتاعتك وفي الاول وفي الاخر هو الزوء ده زوء حضرتك انت والتكلفة تكلفة حضرتك انت اللي بتحدد سعر المتر زي ما حضرتك شايف ده شكل المطبخ الخشامونيوم او اللي هو الشيت بتاعه عبارة عن الشيت الامونية مع عود الامونية كلهم مع بعض بيخش الفرن يديك لون ما تقدر ش يتفرق زي كده زي كده بص حضرتك كله تحس ان هو خشب بس هو مش خشب انت شايف عبارة عن خشب بس هو مش خشب عندي برضو دي 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 ازاينات احنا اللي عملينها كل ده شغلنا يا جماعة هنا بص الاسود مع الاحمر زي ما قلت لحضرتكم حتى لو عايز ترسم داخل الازاز شوف الرسومات داخل الازاز شكلها عمل ازاي رسومات داخل الازاز تحف وبرضو لها سعرها عندي برضو في الاخر طبعا لو شفت برضو الصور كلها يعتبر افكار جميلة عندي اخر حاجة انا حابب ان اتكلم عليها في الشبابيك هو الشبابيك مش ينفع ان نجي عنده ونعدي نمشي كده مرور الكرام طبعا خليني اشرح لكم حاجة هنا هنا طبعا في ايه حضرتك شايف ان هو في داران اه بس هو الداران حضرتك مش سابت سوري الداران ده حضرتك مش سابت او الحلق او انا اخدت داران يعني الحلق ده انا اخدت على الداران مفيش مشاكل ان تعمل ايه المشكلة فين ان برضو لازم الدارفة تكون داران جميل هاوي الدارفة برضو القلمة تالها حضرت تحكم فيه واخد نفس الداران دوت مفيش فيها اي مشكلة طب المشكلة فين مشكلة حضرتك في الازاز الازاز هتعمل فيها حضرتك هتلف برضو كده دوران طبعا دي شغل من اسرار الشغل اللي عندنا والفنيات اللي مشينفة عين انا هتكلم فيها لان مش هتلاقي احد عامل الشغل دوت اتمنى يكون الفيديو عجبكم وعرفته اسرار من اسرار ال المثال وعشان تبقى فاهم ان مفيش حاجة اسمها ده انا جبت السعر اقل من اروح اسأل حضرتك السعر عندك بكم وحضرتك السعر عندك بكم لازم تبقى فاهم ايه اللي هيتعمل لك وايه الخامات المستخدمة وايه المفصلات المستخدمة وايه المقابض المستخدمة وايه الالوان اللي حضرتك هتختارها كل حاجة داخلية اكسسوارات دخلة في اكسسوارات العلمونيا طبعا الفنيات الفنيات يعني هل تمكن تعمل المقابض وتجيب كل الحاجة دي بس فنيات التركيب والتجميع هتختلف معاك من شخص لاخر ان هو يكون فاهم او لا مش فاهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى ان انت دلوقت تكون فهمت يعني ايه المثال ويعني ايه الخامات والاسرار والاسعار شير وما تنساش تابعني هتلاقي دايما معلومة مفيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته